هل كتب على الموصل أن تدفع ثمان الحرب وما بعد الحرب؟ لم كتب عليها أن تخضع لقانون الغاب حيث يكون المال ثمناً لسلامة النفس على الأقل حتى قوت يوم المصريين امتدت له يد ميليشيا الحشد عبر فرض إتاوات وجباية أموال من أصحاب المتاجر والمطاعم والشركات ومركبات النقل العام من خلال ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية التابعة لميليشيا الحشد حتى وصل الأمر إلى فرض رسوم على منظمات إنسانية لتخصيص جزء من مساعداتها لتلك المكاتب أو منحها أموال لقاء تسهيل تحركاتها في الموصل مسؤولون في المحافظة قالوا لصحيفة العرب الجديد إن هناك تقارير أمنية تفيد بتورط الميليشيات بالهجمات التي شهدتها الموصل مؤخراً لا سيما أنها استهدفت متاجر ومطاعم وشركات شحن رفض أصحابها إعطاء أموال جباية الميليشيات ومؤخراً تصاعد تنافس تلك المكاتب فيما بينها على جباية الأموال خصوصاً التابعة لميليشيا العصائب وبدر والنجباء والخرساني وحزب الله وغيرها من الميليشيات بالتزامن مع فرض ميليشيا الحشد مهيمنة واسعة في الموصل والمباشرة بأنشطة اجتماعية ودينية وبيع أراضي مملكة للدولة إلى المواطنين واحتكار المزادات بحسب مسؤول في ديوان محافظة نينواء من جهته قال النائب عن نينواء قصي الشبكي إن رئيس الحكومة وعد بإغلاق المكاتب الاقتصادية والتحقيق بانتشار الفساد في المحافظة لا سيما ذلك الضارب في الأجهزة الأمنية لكن وعوده لم تجد لها طريقاً على الأرض ليكشف النائب عبد الرحيم الشمر عن فحوى تقرير لقائد عمليات الجيش في نينواء يتضمن معلومات عن تبعية تلك المكاتب للأحزاب السياسية وعن نطاق عملها الذي يشمل المزادات وفرض الإتوات والتوزيع الأراضي بين أعضائها عن طريق الترهيب موظفي دوائر التسجيل العقاري مؤكداً أن قائد العمليات قدم أدلة على الأعمال التي تقوم بها تلك المكاتب وأن تفجيرات عدة ضربة موصل كانت للميليشيات يد فيها